يمثل قطع العلاقات الدبلوماسية أقصى تعبير عن سوء العلاقة بين بلدين وكانت العلاقة بين مصر وقطر قد وصلت بالفعل إلى هذه الدرجة التي استضعت قرار مصر بقطع العلاقات خاصة مع دعم قطر للإرهاب في سيناء وتمويلها للعديد من التنظيمات الإرهابية في المنطقة وتدخلاتها في الشؤون المصرية والعربية قطر كانت تمثل خطورة كبيرة جدا على المنطقة العربية من خلال تدخلها في سوريا ومن خلال تدخلها في العراق من خلال تدخلها في البحرين من خلال إشاعة الفوضى في تلك الدول خاصة أن الفترة الأخيرة التي شهادت تراجع دور مصر ربما بعد الشيء ودور السعودية وانشغالها في حرب اليمن أرادت قطر أن تتزعم الأمر من خلال إشاعة الفوضى لتظهر هي الدولة المستقرة أو تقود العمليات ولكن في النهاية كما يقول المسأل المصري طباخ السم بيدوء قطر اليوم تنكوي بما زرعت خلال السنوات الماضية وكانت سياسات قطر الداعمة للإرهاب قد أدت إلى قرارات قطر العلاقات معها من عدة دول عربية حماية لأمنها وللأمن القومي العربي من خطر السياسات القطرية التي أثرت سلبا على أمن واستقرار دول بالمنطقة وأصبحت تهدد أمن واستقرار دول أخرى حاولت إثناء قطر عن سياستها الداعمة للإرهاب بشتى الطرق لكن دون جدوى الإجراء الذي اتخذ تجاه قطر كافي جدا لأن قطر الآن أصبحت دولة مخنوقة بحريا وجويا وبريا ولا يمكن لدولة هذا هو حالها أن تستمر أو أن تمارس حياتها بشكل طبيعي ولذلك على قطر أن تفهم الرسالة جيدا وأن تعود عن سياساتها التي دابت على ممارستها في المنطقة أتوقع طبعا أن تنضم دول عربية أخرى إلى الإجراء نفسه وأن تقطع علاقاتها مع الدوحة وسيكون لهذه العزلة التي تسببت فيها السياسات القطرية الخطأة تأثيرات مؤثرة على قطر في كافة المجالات بما سيتسبب في خسائر هائلالها سياسيا واقتصاديا وتجاريا سياسات قطر الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة هي التي دفعت إلى قطر العلاقات معها وما لم تتراجع عن هذه السياسات فإن دولا أخرى قد تنضم إلى المقاطعة وتفرض مزيدا من الضغوط على قطر أسام عبد المقصود الإخبارية القاهرة